السلام عليكم ورحمة الله ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير هنتكلم مع بعض النهاردة في نقطة تربوية مهمة جدا ومفيدة في شخصية الطفل والعكس صحيح هي شوية حاجات كده تصرفات احنا كأولية الامور بنعملها بدون انتباه لان النقطة دي ممكن تكون ضرة في شخصية الطفل وتبقى طلعوا شخصية مهزوزة عندوش ثقة في نفسه ولا في اللي حواليه والعكس صحيح تصرفات برضو احنا بنستخدمها مع الطفل بتقويف شخصيته بتطلعوا شخصية نفعة واثقف نفسها ويقدر يتصرف مع اللي حواليه وخاصة ان الطفل بيتعلم عن طريق التقليد مش عن طريق اعمل او ما تعملش تعالوا نشوف بعد النقاط تعالوا نشوف بعد النقاط دي هتكون ايه وهي الموقف ونتصرف فيها ازاي اول موقف لو طفلك صار حاجة بلاش كلمة بص انت عملت ايه مش تخلي بالك انت ايه اللي حصل دوت لا خليها نقول له احسن احنا عارفين انت اخدتش بالك بس المرة جاية خد بالك كويس المرة دي ما انتش قاصد بس المرة الجاية خلي بالك عشان ما تبواصش الدنيا حوليك دي بتبقى افضل لطفل موقف تاني هو لو انتو مثلا في حديقة او في نادي هو عايز يلعب شوية وضروري يتمشو بلاش كلمة احنا ايه انا قلت يلا يعني يلا انت ما تسمعش الكلام ليه وتعطي زعق له خليها افضل نعرف انك عايز تلعب شوية بس معلش ضروري نمشيها عوضها لك لو مثلا هو مش عايز يأكل وتعبك في الاكل بلاش كلمة انت هتفضل كده لو ما كلتش انا هزعع لك وانش عارفة ايه لا خليها افضل كل عشان تكبر زي بابا وزي جده وزي كل اللي انت بتحبهم الموقف اللي بعد كده لو بيتفرج على تليفزيون او موبايل كتير وانت عايز تمنعه من موبايل اه قل له افضل تعالى نلعب خليه قاعد كده قل له ايه بقول لك ايه تعالى نلعب بلعبة جديدة انا عرفتها اه تعالى نلعب شوية واش عارف ايه بلاش كلمة كفاية تليفزيون بقى ايه الارف اللي انت ماسك فيه ده لو هو وزع لنا على حاجة اه حتى لو كانت تفهى بلاش نبين ان احنا مستقلين بيها لأ خلينا اضعاطف معايا ونقول له احنا عارفين انت زعلين واحنا بنزعل زعلك قوي فما تزعل شي بلاش كلمة بقى ايه بطل عياط بقى ايه ده انت بتعيط على كل حاجة اه الموقف التاني اه لو هو اه بيعياط عشان ياخد حاجة زي ما بنقول كده بيزن اه بلاش كلمة خدها وبطل عياط لأ خلينا مصررين على موقفنا عشان ما يتعودش انه كل حاجة بياخدها بالزن وبالعياط اه بالعكس احنا نتشور معايا الحاجة دي مش هينفع تاخدها عشان كزا وعشان كزا اه فاحنا احنا عارفين انك عايزها بس المرة دي يصدقني مش هينفع ونتحور معايا اه تاني موقف اه او الموقف اه البعض كده هو لما يكون عايزين لما نكون عايزين ويحافظ على مواعيده اه بلاش نقارنه بحد لان فيه اطفال بتيجي بالعكس لو قرنته بحد هيكره الحد دوتو مش هيبقى زيه فاخدنا نقول له ايه حافظ على مواعيدك عشان دي حاجة مهمة اه وحلوة جدا وانت وانت حلو فلازم تبقى كل حاجة فيك حلوة نشجعه ان هو يلتزم بمواعيده مش مثلا ايه شفت عمر ملتزم ازاي مش زيك مؤخرنا دايما اه الموقف للبعض كده اه لو سألك على حاجة من الاسئلة الغريبة اللي دايما يسألوها لنا وبلاش كلمة ايه الاسئلة غريبة دي انت بتجيبها منين انا ايه اللي عرفني لا اقول له مثلا ايه بص انا معرفهاش بس الا اول معرفها هقولك عليها صدقني وبكده نكون استعرضنا مع بعض بعض المواقف اللي بتحصل ورد فعلينا فيها بيكون تلقائي فاحنا عايزين نحاول نكون رد فعلينا مفيد في شخصية طفلنا ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة لو اول مرة تشوفونا